في سفر التكوين نشوف أول تلميح للميلاد العذراوي وطبعاً للخلاص بشكل عام في آية 15 مكتوب وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يصحق رأسك وأنت تصحقين عقبه السؤال من هو نسل المرأة؟ ثم أحبائي الكتاب المقدس ابتدى يوضح هذا الموضوع في سفر إشعياء النبي إصحاح 7 والآية 14 اسمحوا لي أن أقرأ هذه الآية مكتوب في إصحاح 7 آية 14 ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هالعذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عم نؤيل العذراء طبعاً الحديث كان للملك عم بقول له عمق الطلبة رفعه ولكن أحاز الملك هو كان ملك شرير ما كانش ولكن لم يؤمن بقدرة الله فبقول له طيب أنت ما طلبتش أنا بعطيك الآية الله نفسه يعطيكم آية شو هي الآية هالعذراء تحبل وتلد ابناً لاحظ تلد ابناً ومكتوب يدعى اسمه عم نؤيل في العهد الجديد مكتوب تفسيره الله معنا الذي يولد من المطوبة القديسة مريم العذراء هو عم نؤيل الله معنا ألم يقل يسوع حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمه هناك أكون في وسط مين ممكن يقول هذه الكلمات من يتجرأ أن يدعي بهذه الكلمات من يستطيع أن يقول وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر ومين اللي بتجرأ يقول كل اثنين أو ثلاثة باجتمعه في اسمه تخايل ملايين الاجتماعات وكل هاي الاجتماعات يسوع حاضر في كل مكان وفي كل زمان العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عم نؤيل الذي تفسيره الله معنا حاول البعض يعترض على فكرة كلمة العذراء كلمة عذراء في اللغة العبرية هي علماء علماء يعني شابة صغيرة وهل يقول الكتاب أنه رح تحبل شابة صغيرة طيب شو الهدف من هذه الكلمات بحاولوا ينكروا الولادة المعجزية في الكتاب المقدس فيه مش على الأقل أكثر يعني من ست مرات يذكر الكلمة علماء بصيغة المفرد في اللغة العبرية أو علموت علموت في صيغة الجمع في اللغة العبرية وفي كل هذه المرات بتتكلم عن العذارة العذارة يعني الغير متزوجات 250 قبل الميلاد اجتمع أكثر من 70 علامي يهود محافظين حتى يترجموا الكتاب المقدس من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية وعلى فكرة لما اختاروا كلمة علماء ترجموها في اليوناني بارثينوس بارثينوس بتعني كمان عذراء بس عذراء لم تتزوج يعني بتول فتخيل أنت يعني كتابة الأنجيل بعد صعود المسيح يعني بفترة بسيطة سواء إنجيل مرقص والكتابات الأخرى خلينا نعطيها من وقت ترجمة الترجمة السبعينية قبل الميلاد إلى الإنجيل بعد الميلاد مش أقل من 300 سنة خلينا أذكركم إنه اللي بيبحث واللي بيفحص هذه الكلمات هم اليهود واليهود معروف عنهم في التشدد والتزمت بالنسبة للكتاب المقدس لكلمة الله يعني بهمهم جدا جدا فالترجمة بتعني عذراء يعني بتول فهذه الآية موجودة في العهد القديم وطبعا ترجمت أو تمت النبوة في العهد الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة